تلبية لدعوة من نظيره النجاري رئيس الجمهورية يتوجه إلى أبو جا لحضور القمة الاستثنائية لرؤساء دول وحكومات المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا وزير الصيد والاقتصاد البحري دشن بكر مساين مركزا لتوزيع الأسماك ضمن توسعة نشاطات شركة الوطنية لتوزيع الأسماك على عموم التراب الوطني وفي مسائيتنا لهذه الليلة تتابعون ملفا يتناول حصيلة قطاع التشغيل على الصعيد الوطني خلال السنوات الأربع الماضية من مأمورية رئيس الجمهورية طبتم وطاب توقاتكم أهلا بكم إلى مسائية الموريتانية مرحبا سلمة أهلا بك أحمد وأهلا بكم مشاهدين كرامة في هذه المسائية ونبدأها كما معتادة بموجزا لآخر وأهم الأنباء مع الزميلة بتا بنت اليدالي مرحبا بكم أحمد وسلمة مرحبا بمشاهدين الكرام ووصل رئيس الجمهورية سيد محمد الشيخ الغزواني مساء اليوم إلى عاصمة نيجيريا الاتحاد يابوجا للمشاركة في القمة الاستثنائية لرؤساء دول وحكومات المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا واستقبل رئيس الجمهورية بالمطار من طرف سفيرنا في نيجيريا سعادة أمدي كامرا وطاقم البعثة الدبلوماسية الموريتانية في أبوجا ويرافق رئيس الجمهورية وفد هام يضم كل من السادة المختار اللجائي الوزير المكلف بديوان رئيس الجمهورية محمد سالم والمرزوق وزير شؤون الخارجية وتعاون الموريتانيين في الخارج أمدي كامرا وسفير بلادنا في أبوجا محمد المحيميد مستشار برئاسة الجمهورية والحسن الأحمد المدير العام لتشريفات الدولة هذا وكان رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزواني قد غادر نواكشوت زوال اليوم متوجها إلى أبوجا بنيجيريا بإدعوة من رئيس الجمهورية نيجيريا لاتحادي السيد بولا أحمد تينوبو لحضور القمة الاستثنائية لرؤساء دول وحكومة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا بصفة مراقب وادعى رئيس الجمهورية لدى مغادرته مطار نواكشوت الدولي تونسي من طرف وزير الداخلية والمركزية سيد محمد أحمد المحمد الأمين والوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية والوزيرين المستشارين برئاسة الجمهورية وعدد من عضاء الحكومة وقيد الأركان الخاصة لرئيس الجمهورية والمديرة المساعدة لديوان رئيس الجمهورية ووالي واكشوت الغربية ورئيسة جهة واكشوت ويرافق رئيس الجمهورية وفد هام يضم كلا من السادة المختار اللجائي الوزير مدير ديواني رئيسي الجمهورية محمد سالم المرزوق وزير شؤوني الخارجية وتعاون الموريتانيين في الخارج أمد كامرة سفير بلادنا في أبوجة محمد المحيميد مستشار برئاسة الجمهورية والحسن الأحمد المدير العام لتشريف هذه الدولة وشح وزير الدفاع الوطني سيد حنان والسيد اليوم باسم رئيس الجمهورية سيد محمد والشيخ الغزواني بوسامي كوماندور في نظام الاستحقاق الوطني الجنرال بيكيمو القائدة السابقة للقوة المشتركة لمجموعة الخمس في الساحل وذلك بمناسبة انتهاء مامورية وبعد حفل توشيح خص وزير دفاع الوطني القائدة السابقة للقوة المشتركة لمجموعة الخمس في الساحل بلقاء حضره القائد الجديد للقوة المشتركة لمجموعة الخمس في الساحل العميد البوركينا بيكابوري كلود عن الجانب الموريتاني العقيد أحمد سالم مولزين قائد فرقة العمليات بقيادة الأركان العامة للجيوش أشرف وزير الصيد والاقتصاد البحري السيد مختار حسين لام أمس بأشرف على افتتاح مركز لتوزيع الأسماك بمقاطعة كرمثين بولاة ترارزة ضمن 11 مركزاً تطلقها الشركة الوطنية لتوزيع الأسماك على امتداد التراب الوطني وفي كلمته بالمناسبة أوضح الوزير أن افتتاح هذه المراكز يدخل ضمن توسعة نشاطات الشركة على امتداد التراب الوطني ويأتي تنفيذاً لسياسة الحكومة الهادفة إلى تعزيز الأمن الغذائي وتحسين ظروف المعيشية للسكان أشرف الأمين العام لوزارة شؤون الإسلامية وتعليم الأصل سيد بيت الله الأحمد للسود اليوم بمدرسة الطالب أحمد ولطوير الجنة في مقاطعة عرفات بولاة وكشوط الشمال الجنوبية على توزيع كمية من السلات الغذائية لإصالح الأئمة وشيوخ المحاضر وبعض الأسل المتعففة مقدمة من طرف مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في موريتانيا بالتنسيق مع وزارة شؤون الإسلامية وتهدف هذه العملية التي تتكون من 500 سلة تحوي كل واحدة منها مواد من الماكرونة والسكر والزيوت ودقيق الشعير والتمر والسمك إلى الإسهام في تخفيف الأعباء المعيشية على الأسر ذات الدخل المحدود في مقاطعات ولاية نواكشوط الجنوبية بدأت اليوم في نواكشوط أعمال ورشة عمل مخصصة لاختيار المؤشرات الأساسية في مشروع الاستبيان لاعتماد مسح شامل لإظهار إمكانيات وقدرات المشاءات الصحية لسنة 2023 وتهدف هذه الورشة إلى اختيار المؤشرات التي ستجعل من الممكن تقييم مستوى التقدم الذي أحرزته موريتانيا في مجال تحسين الخدمة الصحية وفي كلمة له بالمناسبة أوضح الأمين العام لوزارة الصحة السيد محمد الأمين ولمحمد الحاج باسم وزيرة الصحة أوضح أن هذه الورشة تأتي في إطار اختيار المؤشرات الأساسية في مشروع الاستبيان بغرض اعتماد استبيان مسح لإظهار إمكانيات وقدرات المشاءات الصحية لسنة 2023 مشاهدنا الكرام الموجز انتهى أشكر عيشة منتعالي التي قدمته معي بلغة الإشارة وأشكركم مشاهدنا الكرام وأعود بكم إلى أحمد وسلم شكراً باتة ولعيشة التي نقلت الموجزة بلغة الإشارة مشاهدين تفاصيل المسائية بعد قليل أهلا بكم من جديد وصل رئيس الجمهورية سيد محمد الدشيخ الغزواني ما سأل يوم إلى عاصمة نيجيريا الاتحادية أبو تجا للمشاركة في القمة الاستثنائية لرؤساء وحكومات المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا واستقبل رئيس الجمهورية واستقبل رئيس الجمهورية بالمطار من طرف سفيرنا في نيجيريا سعادة سيد أميدي كاميرا وطاقم البحثة الدبلوماسية المريتانية في أبو جا ويرافق رئيس الجمهورية وفد أهم يضم كل من السادة المختار للنجاي الوزير المكلف بديوان رئيس الجمهورية محمد سالم المرزوق وزير الشؤون الخارجية والتعاون المريتانينا في الخارج أميدي كاميرا سفيري بلادنا في أبو جا محمد دول محميد مستشار برئاسة الجمهورية الحسن والأحمد المدير العام لتشريفات الدولة وكان رئيس الجمهورية سيد محمد والشيخ الغزواني قد غادر نواق صوت زوال اليوم وتوجها إلى أبو جا بنيجيريا بدعوة من رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية سيد بولا أحمد تينوبو حضور القمة الاستثنائية لرؤساء دول وحكومات المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في صفة مراقب ودعى رئيس الجمهورية لدى مغادرته مطارا وقشوط الدولي أم التونسي من طرف وزير الداخلية والمركزية سيد محمد أحمد والمحمد لمين والوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية والوزيرين المستشارين برئاسة الجمهورية عدد من أعضاء الحكومة وقائد الأركان الخاصة لرئيس الجمهورية والمديرة المساعدة لديوان رئيس الجمهورية ووالي واقشوط الغربية ورئيسة جهة واقشوط ويرافق رئيس الجمهورية وفد مهم يضم كل من السادة المختار والجاي الوزير مدير ديواني رئيس الجمهورية محمد سالم المرزوق وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج أميدي كاميرا سفير بلادنا في أبو جاء محمد ولمحميد مستشار برئاسة الجمهورية الحسن والأحمد المدير العامي لتشريفات الدولة أثمرت زيارة صداقة التي أدىها رئيس الجمهورية سيد محمد الدشيخ الغزواني الأسبوع الماضي لجمهورية الصين الشعبية جملة من النتائج والقرارات المهمة التي تخدم التعاون الثنائية بين البلدين خاصة في مجالات الاقتصاد والمالية والبنى التحتية ودعم الاستثمارات المتبادلة بين بلادنا وجمهورية الصين الشعبي عودة إلى هذه الزيارة مع قراءة في أهم نتائجها في سياق التقرير التالي مع المختار بابا ولحمته جسدت زيارة صداقة والعمل التي أدىها رئيس الجمهورية سيد محمد الشيخ الغزواني مؤخرا لجمهورية الصين الشعبية متانة العلاقات النموذجية التي تجمع البلدين وهي العلاقات الثنائية التي اتسمت عبر عقود من الزمن بالاستمرارية والعمق والشراكة المستدهمة والتعاون المثمر ولقد عكست حفوة الاستقبالات الحارة التي حظي بها صاحب الفخامة من لدن السلطات العليا في جمهورية الصين الشعبية الأهمية الكبرى لهذه الزيارة نظرا لحجم الملفات التي وضعها الضيف والمضيف أولوية على مائدة اللقاءات البروتوكولية والاجتماعات الدبلوماسية التي جمعتهما ضمن أجندة الزيارة ففي خطوة اعتبرها المراقبون للشين العام نجاحا بدرجة الامتياز ينضاف إلى ما حققته بلادنا من تمييز ونجاحات دبلوماسية في ظل القيادة الرئيس الجمهورية السيد محمد للشيخ الغزواني قرر رئيس جمهورية الصين الشعبية السيد شين جين بيانغ إعفاء موريتانيا مما قيمته 150 مليون إيوان وهو ما يعادل ثمانية مليارات أوقي قديمة من الديون المستحقة للصين على موريتانيا وذلك ضمن مخرجات اللقاء الأهم على أجندة الزيارة الذي جمع رئيس الجمهورية بنظيره الصيني لبحث محاور جوهرية في مقدمتها دعم وتشجيع الشراكة الصينية الموريتانية وتوفير ما أمكن من تسهيلات ضورية للاستثمار في بلدين خدمة للشعبين الموريتاني والصيني كما تم في هذا اللقاء المثمر التوقيع بين البلدين على اتفاقية إطار بشأن مبادرات الحزام والطريق وهي الاتفاقية التي ستجعل من موريتانيا انطلاقا من موقعها الجيوستراتيجي جسرا اقتصاديا نشطا وممرا مهما من ممرات قطار التنمية الصيني في فائق السرعة وهذا ما يتيحه بدون شك لبلادنا التحول إلى بيئة حذابة وحاضنة ضامنة لاستثمارات الصينية وهذا ما يخولها لأخذ نصبها كاملا غير منقوصا من العشرين مليار دولار التي وعدت الصين بضخيها في الدول العربية ولا على هذا فقط تقتصر بنود هذه الاتفاقية فانضمام بلادنا إلى مبادرة الحزام والطريق قد يجر معه كل الدول الساحل لمتعثرات أمنيا أو المرهقة اقتصاديا أو تلك المتوترة السياسيا لملا وموريتانيا استطاعت خلال السنوات الأربع التي انقضت من مؤمورية رئيس الجمهورية السيد محمد للشاه الغزواني أن تكون القاطرة القادرة على تحويل إفضاء الساحل إلى منطقة آمنة ومزهرة من خلال نجاحها في جلب الاستثمارات الصينية لإحياء طريق القوافل القديمة في مسالك الصحراء قد لا تكون المدة الزمنية التي خصت لزيارة الصين كفيلة ببحث جميع ملفات العالقة لكن برنامج تعهدات لرئيس الجمهورية إذ ضمن أولويات منها حل مشكلات ما تزال عالقة استعصت على الحل فعلى الرغم من جميع المحاولات اليائسة التي قامت بها الأنظمة السابقة منذ الاستقلال اليوم كان رئيس الجمهورية السيد محمد الشيه الغزواني حريصا على طرحها للنقاش في صدارة المواضيع التي بحثها مع رئيس مجلس الدولة رئيس الوزراء الصيني السيد لين تيونغ يتعلق الأمر هنا بمشكلة الصرف الصحي في نواكشوت التي تطرح نفسها ليس فقط في موسم الأمطار بل في تداعيات ضعف وتهالك وانعدام شبكة صرف مياه المجاري بين المنازل والأحياء رئيس الجمهورية السيد محمد الشيه الغزواني بعد نقاش الموضوع خرج بتعهد من الصين لتدخل العاجل لتسوية الوضعية ورئيس مجلس الدولة الصيني أعطى تعليماته فورا للجهات الفنية المختصة بالشروع في دراسة ملف من أجل إنجاز مشروع للصرف الصحي في مدينة نواكشوت وهكذا انتهت مراسيم الزيارة بروتوكوليا لكن العمل على نجاح مخرجاتها دبلوماسيا سيتواصل بالتنسيق الدائم والمتابعة بين السلطات الدبلوماسية في البلدين وشح وزير الدفاع الوطني سيد حلنة والسيد اليوم باسم رئيس الجمهورية سيد محمد الشيخ الغزواني بوسامي كوماندور في نظام الاستحقاق الوطني الجنرال عمر بيجيمو القائدة السابقة للقوة المشتركة لمجموعة الخمس في الساحل وذلك بمناسبة انتهاء مأموريته وبعد حفل التوشيح خاصة وزير الدفاع الوطني القائدة السابقة للقوة المشتركة لمجموعة الخمس في الساحل بلقاء حضره القائد الجديد للقوة المشتركة لمجموعة الخمس في الساحل العميد البركينابي كابوري كلود وعن الجانب الموريتاني العقيد أحمد سالم ولزين قائد فرقة العمليات بقيادة الأركان العامة للجيوش أدى وزير الصيد والاقتصاد البحري أمس زيارة لمقاطعة كرمسين أشرف خلالها على تدشين مركز لتوزيع الأسماك بالمقاطعة والذي يدخل ضمن توسعة نشاطات شركة الوطنية لتوزيع الأسماك على عموم التراب الوطني كما أدى الوزير كذلك زيارة تفقد الوطلع لمدينة نجاقو متعددة أو لميناء نجاقو متعدد التخصصات ضمن زياراته الميدانية لبعض المنشآت تابعة لغطاعه في مختلف ولايات الوطن وزير الصيد والاقتصاد البحري السيد المختار الحسين لم يصل ميناء نجاقو حيث استهل زيارته باجتماع قدم خلاله مدير الميناء السيد السلم والسيد المختار عرضا تناول المراحل التي مرت بها هذه المنشآة الحيوية الاجتماع أتاح فرصة بيان خلالها عمزة بلدية نجاقو الدور الذي يمكن أن يديه الميناء في تنمية المنطقة بعد ذلك تجول وزير الصيد والاقتصاد البحري رفقة الوفد المرافق له في جميع أجناحات الميناء كما تفقد الجناح الخاصة بالرقابة البحرية وقدمت له شروح من قبل العقيد البحري محمد العبد الرحمن قائد خفر السواحل تتعلق بمهام السفينة في الرقابة البحرية بعدها تفقد الوفد الزائر القاطرة الجديدة التي تم استجلابها لسحب السفين القادمة إلى الميناء التي تحتوي على محركين قوة الواحد منهما 1500 حصان وستمكن هذه القاطرة من سحب السفين ذات حمولة تتجاوز 30 ألف طن حتى ترسو بأمان وسلام محطات زيارة الوزير لميناء جاو شملت كذلك المحطة الكهربائية وورشة إصلاح السفن والمنطقة المخصصة للسفن التجارية وفي كل المحطات تلقى الوزير شروحا وافية من طرف المدير العام للميناء وبعض معاونيه وكان وزير الصيد والاقتصاد البحري قد ترأس قبل ذلك رفقة والد رازا المساعد وسلطات الإتارية والأمنية حفل افتتاح مركز لتوزيع الأسماك بمقاطعة كالمسين ضمن أحد عشر مركزا تطلقها الشركة الوطنية لتوزيع الأسماك على امتداد التراب الوطني وفي السوق المركزي بالمقاطعة اطلع الوزير على سير عملية بيع كميات الأسماك بأسعار رمزية مسديا تعليماته للمشرفين عليها بالتقيد التام بمعايير الشفافية بين المواطنين مؤكدا أن قطاع الصيد عاكف على وضع خطة تمكن من استغلال المصادر البحرية حتى تتم استفادة المواطنين منها بشكل دائم ومستمر جينادي ترشين نقطة مركز توزيع الأسماك في كرمسان في ضمن توسعة شبكة توزيع الأسماك على عموم التراب الوطني وتدوم أحد عشر مركز جديد في بعض الولايات وهذه الزيارة زيارة استطلاعية عيدا في ميناء إنجاغو الذي سنزوره من حين لآخر وكنا قد زرنا سباح اليوم نقطة تفريغ في كيلومتر ثلاثة وتسعين المسمى ببويشيش وكما تعرفون هذه المرافق الأمومية مهمة جدا مهمة مهمة على مصبع قطاع الصيد والاقتصاد البحري ومهمة أيضا في إطار السياسة الوطنية السياسة الحكومة الهدفة إلى تسهيل ظروف معاشي المواطنين وتهدف هذه الخطوة إلى توفير أمن خذائي منتظم وناشع لفئات عريضة من المواطنين من ذوي الدخل المحدود إن فتح مركز كلمسين اليوم بإشراف شخصي من معالي وزير الصيد والاقتصاد البحري سيكون أول حلقة من سلسلة طويلة من التدشنات تشمل جميع المراكز في المقاطعات المذكورة أعلى إن الشركة الوطنية لتوزيع الأسماء ستظل شاهدا على الأهمية القصوى التي يوليها رئيس الجمهورية للفئات الهشة وستبقى برهانا دامقا على نجاح سياسات الحكومة في مجال الدعم الاجتماعي أمدة بلدية كلمسين نوه بأهمية هذه الخطوة مطالبا بالعمل على زيادة عادة هذه المراكز وننتهز هذه الفرصة لنشكر فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزواني على تقريب الخدمة من المواطن ومن خلال ذكرى الرابع لتنصيب فخامته مهم من ما ساد من وآمن وانسجام وطني يعزز إعادة التصالح الوطني وبناء الثقة بين مختلف فئات مجتمعنا وبالأخير نطلب منكم السيد الوزير زيادة نقاط البيع ونقطتان لا تكفي حاجة البلدية هي إذن زيارة المكنة وزير الصيدي من تفقد أحد أهم المشاريع الحيوية التي يعود عليها في النهوض بالاقتصاد الوطني كما أتاحت له التعرف ميدانيا على ظروف إطلاق عملية توسيع تدخلات الشركة الوطنية وزع قطاع الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي اليوم بمدرسة طالب أحمد ونطوير الجنة في مقاطعة عرفات بولاة نوكشوت الجنوبية كمية من المواد الغدائية لصالح الأئمة وشيوخ المحاضر وبعض الأسر المتعففة جرت العملية بالتنسيق بين قطاع الشؤون الإسلامية ومكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في موريتانيا وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلية بالتعاون مع جمعية الندوة العالمية للشباب الإسلامية توزع هنا بعرفات بولاية نوكشوت الجنوبية خمسمائة من السلال الغدائية على بعض الأئمة وشيوخ المحاضر وبعض الأسر المتعففة اليوم هذا النشاط هو إشراف على توزيع أخزمية سلة غدائية على بعض مشايخ وإمة المساجد والأسر المتعففة مقدمة من طرف منظمة الندوة العالمية للشباب الإسلامي واخترنا اليوم عودة توزيع لمستوى مقاطعة تعرفات ومشرفنا حضور السلطات الإدارية اليوم معانا وتم الاختيار لأساس كل حي معين تم اختيار إمام المساجد الذي فيه وهذه السلالة القدائية مقدمة من هذه الندوة منظمة الندوة العالمية للشباب الإسلامي وهي فرصة أنتهزها إياك نشكرهم جزيلا شكر ونهما عاليا دورهم وتعاونهم مع وزارة الشؤون الإسلامية في إطار تقديم المساعدات وبعض المساهمات الكبيرة التي قموا بها تشجيعا لشيوخ المحاضر والمساجد والعمل الخيري وتدخل هذه التوزيعات في إطار التعاون المثمر بين بلادنا وجمعية الندوة العالمية للشباب الإسلامي هذه الفعاليات تأتي في إطار التعاون بين الندوة العالمية للشباب الإسلامي ووزارة الشؤون الإسلامية في الجمهور الإسلامي الملتانية وهذه منظمة غير حكومية حضور المنظمات غير حكومية في الأمم المتحدة وتقوم بمجموعة من التدخلات التعليمية والإنسانية وتأتي تقديم هذه السلات في هذا الإطاء نشكر وزارة الشؤون الإسلامية على تعاونها معنا وهي فرصة إن شاء الله بادرة تكون يستمر فيها التعاون بإن الله تعالى وتعمل وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلية من خلال شركائها وبرامجها على القيام بتوزيعات مجانية لمواد غذائية ومبالغ مالية يستفيد منها مئات الأئمة وشوخ المحاضرة ومئات الأسر المتعففة بدأت اليوم في نواك شوط أعمل ورشة عمل مخصصة لاختيار المؤشرات الأساسية في مشروع الاستبيان لاعتماد مسح شامل لإظهار إمكانيات وقدرات المشاعة الصحية لسنة 2023 تهدف الورشة إلى اختيار المؤشرات التي ستجعل من الممكن تقييم مستوى التقدم الذي أحرزته مريتانيا في مجال تحسين الخدمة الصحية يهدف هذا المسح إلى تحديد مستوى الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين ومعربة جودتها وقدرة المشآت الصحية القائمة على التسير إداريا وماليا وفنيا ويمثل المسح والنتائج المنتارة منه معطاً أساسياً لقطاع الصحة ومرتكزاً للتخطيط والبرمجة وموجهاً لسياسات وخطط العمل خلال السنوات القادمة لقد اعتمدت بلادنا كباقي البلدان المجاورة هذه الآلية وكان آخر إجراء هذا المسح في بلادنا سنة 2018 علماً بأن الآلية تقضي بإجراء المسح كل سنتين والتأخر الملاحظة هذه المرة يعود إلى جاعة كوفيد وتأذراتها المتعددة تمثل هذه الورشة مرحلة من المراحل الأساسية لهذا المسح وهي منظمة من طرف وزارة الصحة بشراكة مع المنظمة الصحة العالمية التي نقدم لها جزيل الشكر على مشاركة هذه دائماً لنا ولدعمها السخيد وكلما يهديه إلى تحسين وضعنا الصحي من جانبها بيّنت ممثلة منظمة الصحة العالمية أهمية المؤشرات الصحية الأساسية لكونها تعزز نظم المعلومات الصحية التي هي إحدى أولويات منظمة الصحة العالمية كما أنها تمكن من وضع إطار واضح لنظم المعلومات الصحية مؤكدة في هذا الصدد التزام هيئتها بتقديم اللعون المطلوب لإنجاح السياسة الصحية في موريتانيا ويشارك في ورشة اختيار المؤشرات الأساسية لاستبيان إمكانيات وقدرات المنشآت الصحية أعضاء اللجنة الفنية وممثلون عن الإدارات الفنية بقطاع الصحة ومنسقوا البرامج والمشاريع وممثلون عن الشركاء الفنيين والماليين اختتمت وزارة الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان اليوم في نوكشوت أعمال ورشة للمصادقة الفنية على الاستراتيجية الوطنية للشباب الفين وثلاثة وعشرين الفين وثلاثين وتهدف الاستراتيجية إلى تعزيز دور الشباب في التنمية من خلال فرص التشغيل والتكوين والإنتاج مجموعة قطاعات وزارية مختلفة عكفت على مدى يومين كاملين على دراسة ونقاش المصادقة الفنية على الاستراتيجية الوطنية للشباب من أجل بلورة خطة دمج الشباب الموريتاني في الحياة النشطة طرح المشاركون دور الشباب في مواجهة التحديات القائمة وجعل الشباب طاقة حيوية منتجة بعيدا عن الانحراف والتطرف بعد يومين كاملين من النقاش الجاد لوزيقة الاستراتيجية الوطنية للشباب 2020-2023 التي تنبذق من برنامج مقامة رئيس الجمهورية سيد محمد دولشياء الغزواني تعهداتي التي تسعى حكومة معالي الوزير الأول محمد بلال مسعود على تطبيقه على أرض الواقع مما ينسجم مع النمو المتسارع والرفاه المشترك ها أنتم تستنتجون من خلال نقاشاتكم في هذه الورشة جملة من التوصيات الهامة ستساهم لا محالة في إطراء الوثيقة المتعلقة بالاستراتيجية تتنزل هذه الاستراتيجية في إطار دور الشباب في مواجهة التحديات الراهنة كالهجرة والمخدرات والبطالة والجريمة المنظمة والعبرة القارات كما تسعى إلى بلورة وتمكين الشباب في محيطهم الاجتماعي والثقافي يصبحوا قادرين على الإضافة الإيجابية في المجتمع إنتاجاً ووعياً هي وسادة السيدات قبل أن هي هذه الكلمة المجهزة انتهزوا هذه الفرصة يأتقدم بجهد الشكر إلى كافة شركائنا في التنمية الذين لو لاهم لما تم إعداد هذه الاستراتيجية شهد نقاش الاستراتيجية مشاركة واسعة من الشركاء الدوليين ومنذوب وزارة الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان بالولايات والمجتمع المدني تطرقت النقاشات لأهم القضايا الشبابية والملاحظات المأخذة على الوثيقة لتنقيحها ورفعها إلى الجهات المعنية في انتظار المصادقة عليها وتقديمها لحلول جذرية لمشاكل الشباب الذي يعد الذئة العمرية الأكثر في البلاد أشرف والي نواقشوط الغربية السيد مربيه رب البننة والعابدين ظهر اليوم بمقاطعة الاكسر على انطلاق حملة لنظافة وذلك بمشاركة الجمعيات الشبابية وبعض هيئة المجتمع المدني شملت العملية تنظيف الشوارع وردم البرك والمستنقعات الوالي عقد لقاء بمقر بلدية الاكسر خصصا للاستماع للمشكلات المطروحة للمواطنين وبحث السبول الكفلة لحلها بالتعاون مع المصالح المختصة وتتابعونا في ختام البسائية ملفا يتناول حصيلة قطاع التشغيل على الصعيد الوطني خلال الأعوام الأربعة الماضية من مأمورية رئيس الجمهورية اشتركوا في القناة أطلق مركز كيفا للغات والمعلوماتية والتدريب دورة تكونية لصالح عشرات الشباب بولاية العصابة حول ريادة الأعمال خدمة لتنمية المحلية يسعى منظم الدورة إلى تهيئة مجموعة من الشباب لتطور قطاع الأعمال في السوق المحلية تجسيدا للرؤية التنموية التي تعيشها البلاد هذه السنوات أطلق مركز أو بي اس أياما تكوينية بمدينة كيفا بمجال ريادة الأعمال استفاد منها عشرات الشباب القادمين من مختلف مناطق ولاية العصابة منتخبوا الولاية أشادوا بالخطوة التي يرون بأنها ستمكن الكثير من العاطلين عن العمل من اكتساب خبرات عملية تفتح لهم أبواب السوق المحلية بعدة مجالات أننا في ولاية للأسف يتسرب الكثير من أبنائها وهذا النوع من التكونات قد يتيح له فرصة استعادة الإخراط في المجال الوظيفي إن شاء الله لا أوجه شبابية تنعكس علي مدينة إن شاء الله بالموسم الخريب مبارك الإجتاءة الثقاهية والإنشيطة الرياضية والإنشيطة أيضا الاقتصادية التي هي أساسية هذا المركز رائد شدا وإحنا بعد إن شاء الله كبلدية وكرابة طعمة إدينا ورعينا بالتحال إن شاء الله العمل على الرفع من المستوى المهني للشباب بوصفهم الركيزة الأساسية لأي تنمية هدف يسعى القائمون على التكوين لتحقيقه من خلال تطوير الأفكار الابتكارية لات المردودية الاقتصادية نحن نؤمن بأهمية التكوين والاستثمار في الوطن ونؤمن بأن أبناءنا قادرين على رفع جميع التحديات من خلال إشاء وقيادة المشاريع الإيادية المبتكرة تساهم في امتصاص البطالة وإنقاش الاقتصاد المحلي سيشارك في هذا التكوين 25 شاب من الجنسين تم اختيارهم من خلال استمارة إلكترونية وعلى أساس السن وجدوائية المشاريع المقترحة سيترقى المشاركون ولمدة سبوعين تكوينا حول ريادة الأعمال تعد هذه الدورة التكوينية فرصة لترقية مجال الأعمال في ولاية الأصابة من خلال توجيه الشباب وحثهم على الابتكار تعمل للتنمية المحلية تالي الصادق نات المريتانية مدينة كيفا انطلقت اليوم أعمال ورشة مشروع الدعم الزراعي والرعوي والصمود في وجه التغيرات المناخية في ولاية قرقل وقديمغا وينفذ هذا المشروع من قبل منظمة العمل ضد الجوع ومكتب المساعدات الإنسانية التابع لصفارة الولايات المتحدة الأمريكية في بلادنا دعما لجهود الدولة في مجال التحسين الظروف المعاشية للفيات المتعففة وتعزيز قدراتها الاقتصادية للصمود في وجه الأزمات تأتي ورشة عرض أهداف مشروع الدعم الزراعي والرعوي في ولايته قرقل وقديمغا وسيساهم هذا المشروع المول من منظمة العمل ضد الجوع ومكتب المساعدة الإنسانية التابع لصفارة الولايات المتحدة الأمريكية في بلادنا من دعم سكان الريف على مواجهة تداعيات الكوارث الطبيعية والعدام الأمن القذائي وليقرقل ثمن إطلاق هذا المشروع ما سيساهم به في دعم سياسة الدولة في المجال الاجتماعي الهدف من هذا المشروع هو المساهمة في التحسين المستدام للظروف المعيشية للمجموعات الزراعية والرعوية المتضررة من الجفاف والفيضانات في مناطق ولايته قرقل وقديمغا وذلك من خلال تعزيز قدرات هذه المجموعات من أجل التكيف مع التغير المناخي وتعزيز استراتيجيات سبو العيش تتلائم مع تلك التغيرات التي نشهدها من حين لآخر إن قدرة الفئات الهشة على مواجهة التغيرات المناخية تشكل أولوية رئيسية لبلادنا ولذلك فإنها تدخل ضمن أهداف البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد والشيخ الغزواني من الخطط التنموية القطاعية التي تقوم بها الحكومة وفقا للإستراتيجية العامة للدولة في مجال التنمية الشاملة للبلد هي الهدف من هذا النوع من الأيام التشاورية والهدف من هذا النوع من التمويلات التي تستهدف الجماعات الهشة التي تعتمد على الزراعة والرعي في هاتين الولاياتين ممثل أجهة غرغل وبلدية كيهدي ثمن أهداف هذا المشروع وطبيعة تدخلاته في قطاعين أساسيين هم الزراعة والتنمية الحيوانية ومواكبة سكان الريف في جهودهم التنموية والتحسين قدراتهم الانتاجية لصمود في وجه تداعيات التغيرات المناخية أما ممثل منظمة العمل ضد الجوع سيد موسى الجلو فقد أكد أن دراسة هذا المشروع جاءت في ظل تغيرات متسارعة للحالة المناخية في المنطقة بما فيها موريتانيا وما يترتب على ذلك من إجراءات لدعم الأمن القذائي في المناطق الهشة وتشجيع سكان الرياف في ولاية غرغل وقدماقة على مواصلة أنشطتهم في الفضائين الزراعي والرعوي مع العمل على خلق وعي محلي للحفاظ على البيئة ورشة إعلان أنشطة مشروع الدعم الزراعي والرعوي والقدرة على صمود ستشهد عرضا حول أهداف المشروع وتمويلاته وأولويات تدخلاته في ولايتي غرغل وقدماقة محمد علي السالك لقناة الموريتانية مدينة كيهدي إلى ولاية داخل تنواذيبو حيث شهدت عاصمة الولاية أمس حفل تخرج الدفعة الأولى من مدرسة التعليم التقني والتكوين المهني لتقنيات الإعلام والاتصال بنواذيبو وتلقت الدفعة خلال سنتين تدريب وتأصير في مجالات اقتصادية وتنموية مهمة مدينة نواذيبو تحتضن حفلا لتخرج الدفعة الأولى من مدرسة التعليم التقني والتكوين المهني للتقنيات الإعلام والاتصال بنواذيبو وتلقت الدفعة والتكوين والتأطير في مجالات الإدارة والمحاسبة التطبيقية ونظم المعلماتية أشرف على انطلاق الحفل مستشار والي داخلة وادب والمكلف بالشؤون الاقتصادية والتنمية المحلية السيد الشيخ محمد الحافظ طلبة وبحضور المتخبين المحليين والطاقم التأطيري بالمدرسة إنه لشرف عظيم أن نلتق اليوم بكل أطراف عملية التكوين من ممثلين مؤسسات النسيج الاقتصادي للبلد آباء الطلاب والمكونين والمؤطرين لنقاسم أول دفعة من طلاب مدرسة الخدمات وتقنيات الإعلام والاتصال بن واذبو فرحتهم وهم يكملون مشوارهم المهني على مدى عامين وتحت إشراف الإدارة المحلية ليجسد بذلك مدى اهتمام مختلف الشركاء بهذه المؤسسة الحديثة والتي تمثل تجسيدا حيا لتعقد رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ القزواني بإنشاء معهد بهذا المستوى وملبيا مطلبا أساسيا لعاصمتنا القتصادية وخلال كلمة له بالمناسبة ثمن عمدة البلدية دور المدرسة في تكوين الشباب المدينة في مجالات معرفية مهمة مطالبا بالعمل من أجل تسهيل غلوجهم لسوق العمل نذكر الشباب عن الدور الأول هو الرد بالجميل لأمهات والآباء اللي صحروا من أجل عمينين ووصلوهم للمرقل اللي والرد بالجميل للمدينة اللي فاصلة في أولادها يتكونوا وفاصلة فيهم عنهم يدخلوا مملي بالإنتاج والرد بالجميل للدولة اللي بتوجهات رئيس الجمهورية وتعليمات جميع الوزارات المعنية من أجل تكوين الشباب هون باسم الساكنة وبحضور السلطات لا نطرح مطلب هو عن هذا الشباب ينجبر له العمل بدوره المتحدث باسم آباء التلاميذ أشاد بدور هذا الصرح العلمي الذي يأتي إنشاؤه في إطار برنامج أولويات الموسع لرئيس الجمهورية في شقه المتعلق بالنهوض بواقع الشباب نحو الأفضل لقد واكبت شخصيا هذه التجربة في بدايتها رغم الغلق والخوف من أن يؤد هذا المشروع في مهده لشدة العوائق والعلاق التي كانت تواجهه وهو مشروع ضخم من تعهدات السيد الرئيس السيد محمد الشيخ الغزواني وكان حاجة ماسة لساكنة وذيب والذي بدأ من الصفر منذ عامين وها نحن اليوم جميعا مجتمعين بفضل الله لتسليم الشهادات لمجموع عناصر هذه الدفعة دفعة إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلال مداخلاتهم المتعددة عبر الطلاب الخريجون عن فرحتهم بهذا اليوم بعد سنتين من التدريب والتأطير وفي ختام الحفل تم تسليم شهادات التكريم للدفعة الخريجة من قبل الحضور كما تم عرض فيلم وثائقي عن دور المدرسة المعرفي الشيخ الحميد الموريتانية مدينة وذيب إلى ولاية الحض الشرقي حيث تقدم النقطة الصحية في بوستا لاستشارة والعلاجات لصالح النساء والأطفال من القرى وتجمعات المحيطة بها ويزداد الإقبال على هذا المركز الطبي خلال هذه الفترة مع دخول بصر الخريج خدمات استشارية قاعدية تقدمها النقطة الصحية ببلدة بوستا يقادمين لها من القرى وتجمعات المحيطة بها نحن طب يقدمون لها من الخدمات ويعاد يطولنا أولا يداوونا يطولنا شيء من الحب ومفهم يعلقون لها دق حالة يعني نحن نجوهم من بعيد نجوهم من بعيد نجوهم من 20 كيل يجيهم من 25 كيل يقدمون العلاج كامل يدعون لها دق ويبدلوا فاصمة يداوون جرحات عدل الله اللي يقدروا عدل وعدل هو يطوم لأهميتهم يخرصوا لمرضاء طلوب يعطيهم بعض دقاء بلدي يداووا فيهم وتتصدروا هذه الخدمات لاستشارات والمتابعات الخاصة بالنساء الحوامل وما بعد الولادة عندهم زيارات يعدلون منهم الزيارات اللي أصلا يعدلون لعليات الحم ويجينا هنا أثناء الولادهم واللي مباشرة نجروا لهم التلقيح فاكسين عندنا هنا إباتيت وفوليو إنجيكتاب إباتيت وفوليو قوت لتشل لتركبيت في مصر تمشينين تفوتهم اللي تقود عندي يشير تساعة شهر جهين نعطلوا له شيء ما اللي ينقال له إير عير اللي هو الحصب بضل مولانا وبضل هذه التلقيحات انقضاء لي ياسر من الأمراض وتتحدث النسوة عن أهمية هذه المعاينات المقدمة لهن بهذا المركز الطبي وهن القادمات من قرى بعيدة قد منها تطنينا الدول العليات سمعت الداوي من نساء الداوي سمعت وتطنيهم الدول وتابوا عندهم سمعت وينجيهم حالة خاصة ويرسعوا لي ما عندهم له شيء عندهم ما ما عندهم يرفعوه وتضم المنشاة الصحية عدة أجناحة توفر العلاجات الأولية لمرتديها الذين يزدادون خلال فصل الخريف الفصول المان هو واحد يا غيرباء نراوي لسبعمائة كونسيرتاشون لشهر وهن نراوي الاستشارات استشارات الخارجية كونسيرتاشون اكسترن عدلو لسبان هنا العليات نحملو لشي شي قولو التكفل بسوء التغذية نعدلو شي قولو لبلانينج فاميليال ومالي عندنا هون حج نحسزو هون لنهار ازني طور شين عدلو وفاكسناشون شارطة هاي شارطة شاشرة شين قال لأموالي لديكاشون بولا سانتي طويلة صحية وذلك وعندنا أموالي بلايدة هون كأننا ندعو فيها كيف تجروح هذا طب تبارك الله جيه ياسر من الناس ولله الحمد قيار حتى إلى أقصى درجة دور تسمو به النقطة الصحية في بدتي بوسطة في تقديم العلاجات والاستشارات ضمن تجسيد مقاربة تقريب الخدمات الاستشفائية من المواطنين الفاغولي الشيباني قناة الموريتانية بلدية بوسطة تنتشر في مدينة تنتشر في مدينة زورات عشرات الورشات المختصة في صيانة مختلف الأجهزة الكهربائية المستخدمة في المنازل وقد مكنت هذه الورشات من توفير العديد من فرص العمل والإنتاج للمهتمين آلات كهربائية متعددة يحتاشها البيت بشكل مستمر ويشكل تعطلها مصدر قلق للأسر لكن تعدد ورشات إصلاح هذه الالات في مدينة زورات يخفف تلك المخاوف فقد تعددت في المدينة ورشات العمال المهرى الذين خبروا التعامل مع هذه الالات بحكم التجربة نعدلهم نأتيها الرشوهات ونعدلوا فرات ونعدلوا كمية زرات ونعدلوا الحمد لله استرسيهم كوران كاملة الحمد لله بومبات وإذا كان الحمد لله نعدلهم قائمين بهم الحمد لله إن شاء الله وردت الحمد لله عدل النش يرجع عنا الحمد لله ما شاء الله لا يقتصر دور صاحب هذه الورشة على العمل في ورشته لإصلاح الآلات بل قام من خلالها بتدريب عشرات شباب بعضهما قام ورشات خاصة به ذيما بعد التدريب نحن هذو الشباب هون مع هذا الواد اللي جيته ولمعلمنا هذه المهنة واستقل لنا وحدنا الحمد لله افتحنا الورشات ودخلوا منهم قوتنا اليوم الحمد لله ومسكانوا زواراتهم وليه الحمد لله عمان روق هذا العمل روق هذا العمل لله الحمد لله بتدريب نخطير نقول للشباب عنهم كامل العمال الحرة وحلو فيها وعنها راهية ما كيف تهش حد عنده مهنة وتعلمها دوري تم لا جابرة وردها ورشات عدة في تخصصات مختلفة مكنت من توفير فرص عمل للعديد من المهتمين بالمجال ولبت حاجة ملحة لسكان مدينة الزوارات لقناة الموريتانية محمد البلال مدينة الزوارات يمثل ريجي عبداوة الواقع بضواحي مدينة أوجفت معلمة سياحية تستخدم الباحثين عن الراحة والاستجمام كما يعرف بجودة تموره وجمال مناظره فريقنا من مكتب الموريتانية في أطار زار هذا الموقع السياحي وأعد تقريرتها سبعة آلاف نخلة أو تزيد تتزاحم في هذا الواد الممتد على مسافة زلاذة كيلو مترات متخذا شكل المضيق بين كذيب وجبل ما جعله محطة استقطاب لبغاة الراحة والاستجمام حيث يتهاوى الزوار إليه يوميا رغم وعورة الطرق والبسالك المؤدية إليه فالمكان بأريحيته يستحق عناء الرحلة خاصة في موسم اليطنة لما يسخر به من منتقاء طايب التمر والرطب ولما يتهيأ لمرتاديه من أسباب الدعاة والراحة فهنا رتبت الطبيعة مفرداتها بعناية بحيث لا ترى العيون في المكان ما تزدريه ولا تجد فيه النفوس ما تعابه هنا تحتفي الطبيعة بالطبيعة عازفة ألحان عفويتها الأخاذ في همس تتناغم فيه نجوى حبيث سعف النخيل وفضفضة خرير جداوي للمياه هذه المنطقة منطقة سياحية منطقة الحمد لله من صغرنا وهذا ساقي ورحمة لكنه جربوه السيور ارتد ياسر من النخيل ويحتاج لتدخل من أجل حماية النخيل وذلك هو الظهر وفيه ما يبقى سبعة تلاف من تلاف نخلة تقريباً هي هواها مونيك وهي تنفيق البرود في الظل لنخل متماس فيها ثلاث كيلوات وهي تم متماس في الظل لأول نهار قدامه واخر نهار في أعقابه يضلع لي كيلين توصل وتحتك النبع نجينا اليوم هنا الجال هذي ريجي عبدو 15 كيلو من مقاطعة توشف ما شاء الله ريجي مضبوط بارد وزين ما شاء الله يجبرنا التمر يجبرنا الخير كامل هنا الله هنا تنعام الله زين هنا الشباب ما شاء الله يجونا دائما يجي له إن شاء الله تقلع تبارك الله بلايد السياحية زين إدراجوا إيريجي عبدو على الخارطة السياحية وتأهيله وتيسير الوصول إليه وتشييد سدود لحمايته من الإنجرافات الناجمة عن السيول كلها مطالب يرى الأهالي في تنفيذها تحقيق الاستفادة من المؤهلات والمقدرات السياحية للمنطقة الناحية السياحية نحتاج دعم فيها نحتاج مؤطرين فيها والناحية الاقتصادية هذا يملي ناحية اقتصادية كبيرة هذا يأثر من إنتاج التمر نحتاج الدعم في هذا الميدان من مصنع الساة التمور الموجودة في الولاية ومن السلطات المعنية لأن هذا لا تعدل أسرة على مجهودها الخاص هذا لا بد من تدخل الدولة لأنه ياسر من الاقتصاد وياسر من المال ويحتاج دعم كبير لأننا لا نقادم تغذي هذه الجداول المنسابة بين صخر ورمل والتي لا تنضب على مدار السنة عدة أضوات من أهمها أضاة المبدوعة ذات المنظر البديع والماء العذب الزلال حيث تتخذ من وهدة الوادي مهادا تستلقي فيه استلقات الكسلان جاذبة للألبابة بسحرها الحلال الذي يستدرج الزائرة أيما استدراج هي جلة من نخيل تؤتي أكلها كل حين تمتاز بنسماتها المنعشة ومشاهدها المدهشة تمتاح من النخلة إباءها ومن الجبل صمودة ومن الماء والكذيب المرونة والتكيف عبدالله صوفي قناة الموريتانية إيريش عبدوة نظمت هيئة الساحل للدفاع عن حقوق الإنسان ودعم التعليم والسلم الاجتماعي مساء أمسي بمقارها في النواقشوطة حفلة سنوية لتكريم طلابها المتفوقين في المسابقات الوطنية للعام 2022 2023 تحت شعار الاستثمار في تعليم الأطفال هو ضمن الحرية والعدالة والإنصاف للجميع وقد ثمن رئيس الهيئة السيد إبراهيم بلال رمضان الجهودة التي يقوم بها أعضاء الهيئة وشركاؤها في مجال التعليم ومساعدة أبناء الأسر الهشة على التسجيل في المدارس الخاصة لمواصلة مسارهم الدراسي مقدما شكره لأصحاب المؤسسات التربوية الخاصة على تعطيهم الإيجابي مع الهيئة في هذا المجال وقد تدمحورت مداخلات الحضور من أعضاء الهيئة وشركائها حول التعليم وأهميته باعتباره الركيزة الأساسية لبناء الدول وتقدم الشعوب والقضاء على الفقر والتهميش وسبيل الإنصاف ورفع الظلم ومحاربة الغبن وشهد الحفل وتوزيع شهادات تكريم على تلاميذة الهيئة المتفوقين في مسابقة البكالوريا ومسابقة شهادة ختم الدروس الإعدادية والابتدائية إضافة إلى المتفوقين في مختلف الأقسام الدراسية شهدت السنوات الأربع الماضية من مامورية الرئيس الجمهورية سيد محمد والشيخ الغزواني تنفيذ العديد من البرامج والمشاريع لصالح تشغيل الشباب وولوجهم إلى سوق العمل ودمجهم في القطاعات الانتاجية ملف المسائية لهذه الليلة يتناول حصيلة قطع تشغيل على الصعيد الوطني خلال السنوات الأربع الماضية من مأمورية رئيس الجمهورية التشغيل شكل إحدى الأولويات لدى رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزواني خلال السنوات الأربع الأولى من مأموريته وذلك ضمنه تنفيذ برنامج الانتخابي تعهدات موسيقى وفي هذا الإطار كانت توفير فرص العمل اللايق للشباب هدف جميع السياسات الأمومية وفقاً لاستراتيجية طموحة بدأت بإعادة هيكلة مصالح التشغيل مع وضع استراتيجية وطنية للتشغيل تم تنفيذها من خلال خطط عملية وكذا إنشاء صندوق وطني للتشغيل وآخر للمقاولات الصغيرة ومشروع قابلية التشغيل للشباب ومشروع آخر بالتعاون مع البنكي الإفريقي للتنمية وقد ركزت جهود الحكومة بشكل رئيسي خلال هذه السنوات التي اتسمت بجائحة كوفيد-19 وما نجم عنها من تأثيرات اقتصادية صعبة ركزت تلك الجهود على تنفيذ برامج خاصة للتشغيل والتشغيل الذاتي وتسريع عملية تحسين قابلية تشغيل الشباب وذلك من خلال تشكيل لجنة وزارية مكلفة بتشغيل يرأسها الوزير الأول تجتمع دوريا لعرض آليات تفعيل السياسة العامة للتشغيل واستعراض الحلول القطاعية لرفع مستوى الولوج إلى سوق العمل وخلق كفاءات مهنية وطنية تسهم في رفع النمو الاقتصادي وتعزيز فرص التشغيل مع إلزام كافة القطاعات الحكومية بضرورة التنسيق في تدخلاتها بغيتها الحد من البطالة ومرتنة فرص التشغيل التي يوفرها كل قطاع وخاصة القطاعات الانتاجية وقطاعات الأشغال العامة والخدمات وضعوا أكبر خطة استثمارية في تاريخ البلاد من حيث الموارد والشمولية تم خلالها تخصص 24.16 مليار وقية على فترة ثلاثين شهر للمجالات ذات الأولوية وهو ما يتوقع أن يسفر عن خلق ما يناهز 52 ألف فرصة عمل وربح العديد من نقاط النمو مع نهاية الفترة الزمنية المحددة لهذه الخطة توسيع مشروع مشروعي مستقبلي وتسريع وطيرات ودعم تفعيل برنامج مهنتي تسريع خطط فرص العمل القطاعية منذ استغلال مقدرات قطاعات الصيد الزراعات التنمية الحيوانية من جهة وتنفيذ اتفاقية مع أرباب العمل الملتانيين بشأن إنشاء ستة آلاف فرصة عمل من جهة أخرى تسريع مرتنة اليد العاملة في قطاعات الاقتصاد الرئيسة إصلاح وكالة تشغيل الشباب ويعادة هيكلتها لتتمكن من معالجة إشكالية الخريجين العاطلين عن العمل عموما وتربية احتياجات الخريجين الشباب الباحثين عن التشغيل وضوء استراتيجية وطنية لترقية الاقتصاد الاجتماعي والتضامن الذي يمثل حاليا طريقة ثالثة لخلق فرص العمل تم استخدامها لمؤازرة جهود الوظيفة العمومية والقطاع الخاص في مجال امتصاص عرض اليد العاملة الانتقال من الاقتصاد غير المصنف إلى الاقتصاد المنظم مع تعميم التأمين الصحي يجمل الباعدين في الاقتصاد غير المصنف وقد مكنت هذه الخطط والإصلاحات خلال أقل من سنة فقط من تمويل أكثر من ألفي مشروع جديد وخلق ما يزيد على خمسة آلاف فرصة عمل من بينها ثلاثمائة في مثل الآمل كما مكنت هذه الخطط من خلق أزياد من ثمان واربعين وظيفة دائمة وأزياد من مائة وعشرة آلاف وظيفة غير دائمة وأزياد من خمسة وسبعين ألف وظيفة ناتجة عن التشغيل الذاتي وذلك خلال سنتين فقط وتجسيداً للمكانة التي يوليها للتشغيل أشرف رئيس الجمهورية ضمن فعاليات الافتتاح الدراسي 2020-2021 على إطلاق أربعة أنشطة تكوين ودمج بغية خلق 960 فرصة عمل لصالح الشباب في مقاطعة أمبود، مونغل، باركيول ومال في مثل الآمل وقد تضمنت هذه الأنشطة مكونة التشغيل في برنامج أولويات الموسع وتمويل 300 نشاط مدر للدخل وتوزيع 30 سيارات لازية العجلات وبناء 6 ملاعب وصالات غياضية وخلق 960 فرصة عمل وهي حزمة من مشاريع سمت في تعزيز التشغيل وامتصاص البطالة وخلق فرص حقيقية للشباب كما أشرفها رئيس الجمهورية على إطلاق برنامج خاص لدعم التشغيل والتكوين والدمج المهني وهو برنامج عمل على توفير عديد فرص العمل من خلال الاكتتابات في مختلف القطاعات الحكومية وفرص عمل مدعومة من خلال اتفاقية مع هيئات التمويل وإطلاق مشاريع استثمارية وتعزيز التكوين والتمهين كما تم خلال إطلاق هذا البرنامج تنظيم معرض نوعي لبرامج التشغيل التي تنفذها الحكومة أبرز هذا المعرض مختلفة مجالات تدخل هذه المشاريع والإنجازات التي تم القيام بها لتوفير فرص العمل وتمويل المشاريع التي وضعتها الحكومة في إطار سعيها لتنفيذ تعهدات رئيس الجمهورية بخلق عشرات آلاف فرص العمل الهادفة إلى مكابحة بطالة الشباب من خلال تمويل ومواكبة مجموعة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المنتجة للثروة بالشراكة مع فاعل التشغيل والتكوين المهني والقطاع الخاص لمواءمة التكوين والتشغيل وتسهيل ولوج الشباب إلى سوق العمل وخلال هذه السنوات تواصلت حملات التحسيس على الصعيد الوطني حول المهني الوعيدة حيث أتاحت شبابك التشغيل التي افتتحت في كل ولاية والدعم المقدم لريادة الأعمال من تشكيل أزيدا من 500 مؤسسة صغيرة ومتوسطة الحجم موزعة بين جميع الولايات واستكمالا لجهود الحكومة في هذا الصدد تم يمضع اتفاقيات مع شراكاء أجانب ومحليين أسفرت عن اتفاقية تشغيل لدعم ومواكبة ريادة الأعمال لصالح ألفين من النساء والشباب في ولايتي دعصابة وقدماقة واتفاق آخر مع الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين مكن من خلق ثلاثة آلاف فرصة عمل في قطاعات النقل والمخابز والفنادق واتفاقيتين بين البرنامج الوطني المندمج لدعم المؤسسات الصغرى والصغيرة وشبكة الصنادق الشعبية للدخار والقرض بغيتها دعم المقاولات النسوية من خلال تمويل النشاطات الصغيرة كما تم توقع اتفاقية شراكة بين الجامعة واشوط والوكالات الوطنية لتشغيل من لجل دعم القدرات المهنية والفنية للخريجين ممن أكملوا دراستهم في جامعة واشوط التوقع على تنفيذ برنامج نافوري المولي من قبل الوكالة الدولية للتنمية وهو برنامج عمل على خلق فرص اقتصادية متزايدة للشباب الذين تتراوح عمارهم ما بين 15 إلى 29 عاما والذين يواجهون تحديات التصرب المدرسي الفقر وعدم كفاية الفرص الاقتصادية في ولايات الحوض الشرقي الحوض الغربي الترالز وولايات نواشوط الثلاث توقع اتفاقية شراكة بين وزارتي البيئة والتنمية المستديمة والتشغيل والتكوين المهني لخلق مهن خضراء لائقة لفائدة النساء والشباب في مجال الاقتصاد الأخضر وفرت ألف فرصة عمل دائمة بالإضافة إلى ما يقارب خمسين ألف فرصة عمل غير دائمة كما تم التوقع على اتفاقية يطار بين وزارتي الزراعة وتشغيل والتكوين المهني تم خلالها دمج المزيد من اليد العاملة الوطنية من الشباب في فرص التشغيل المتوفرة لدرقطاع الزراعي وفي هذا اليطار تم خلق مشاريع جديدة من خلالها تم افتتاح وإنشاء مدارس لأول مرة في البلد كما درستي الأشغال العامة والغاز والبترول كما تم عقد شراكة مع شركات دولية في مجال التكوين وتشغيل اليد العاملة الملتانية كما أن فرص التنقيب عن الذهب والتنقيب التغليدي التي ظهرت مؤخرا ساهمت بشكل كبير في امتصاص البطالة في صفوف الشباب وخلال سنة الجارية تم العمل على تبعيل مرصد التشغيل وتعطير وتوجيه ثمانين ألف من الباحثين عن عمل أول وتحسين قابلية التوظيف لدى 28 ألف من الشباب بالإضافة إلى إعادة هيكلة منسقية مشاريع التشغيل وكذا إدخال دعم ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة مدارة للدخل حيث التنفيذ من ناحية أخرى تواصل الاكتتاب في الوظيفة الأممية باكتتاب ما يقارب ستة آلاف موظف خاصة في قطاعات التعليم والصحة وتكوين المهني كما عملت الحكومة في هذا النطاق على وضع جملة من الإصلاحات بقية توجيه التكوين على أساس متطلبات السوق العمل وذلك عبر زيادة عدد مراكز ومدارس التكوين وتجهيزها وتنويع العرض في مجالات التكوين وتدريب المكونين من أجل تكييفها بشكل أفضل مع سوق العمل خلال هذه السنوات عمله القطاع الوصي على تنفيذ العدد من المشاريع والبرامج الرائدة في مجال التشغيل من أبرزها مشروع مشروع مستقبلي مشروع مهنة مشروع دعم قابلية تشغيل الشباب مشروع استاجي وصندوق ترقية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وهي مشاريع عاملت على توفير آلاف فرص العمل الواعدة للشباب وقد شكل برنامج مشروع مستقبلي الذي انطلق نهاية العام 2020 أحد أهم البرامج التي تم توجهها لصالح تشغيل الشباب عبر تمويل ومواكبة متعهدي المشاريع والأنشطة المدرات للدخل والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بقية الوصول إلى ما مجموعه ستة آلاف مستفيد وذلك على عموم التراب الوطني وقد عمل هذا البرنامج الذي رصدت له الدولة ميزانية تناهز تسعة مئة مليون أوقية قديمة على اختيار أفضل الأفكار لإنشاء أو توسعة المؤسسات الشبابية على عموم التراب الوطني وقد منح هذا البرنامج في مراحله الثلاث حتى الآن تمويلات لأزيد من ثلاثة آلاف مشروع مما خلق ستة آلاف وخمسمائة فرصة عمل مباشرة وتعتبر التمويلات التي يقدمها برنامج مشروع مستقبلي قروضا جد ميسرة لصالح الشباب أما مشروع دعم قابلية تشغيل الشباب الممول من قبل الدولة الملتانية والبنكي الدولي بما يناهز 40 مليون دولار لفترة خمس سنوات فقد شكله الآخر مساهمة وعيدة في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للنمو المتسارع والرفاه المشترك واستهدف هذا المشروع الذي يعمل بالشراكة مع القطع الخاص 60 ألفا من الشباب الهشي في مناطق نواكشوت الحوض الغربي الحوض الشرقي لأصابة التراز وقدماقة من بينهم 50% من الفتيات اللواتي تتراوح عمارهن ما بين 15 سنة و24 عاما اللواتي لا يزاون أي عمل ولم يحالبهن الحظ في مسارتهن الدراسية وبهذا الاطار دائما تم تتشين نظام شبابك التشغيل بغية تعزيز فرص التشغيل لدى الشباب وتم إنشاء نظام أوتوماتيكي لدى الوكالة الوطنية للتشغيل يعرف بنظام المعلومات الجديد حول سوق العمل دليل إضافة إلى شبابك التشغيل التي أسمت في خلق آلاف فرص التشغيل ورفع تحدي البطالة في صفوف الشباب نهاية النشرة إلى العنوين البيت أمنى لدعوة من نظره نيجارية رئيس الجمهورية يصل أبو جا لحضور القمة الاستثنائية لرؤساء دول حكومات المجموعة الاقتصادية لدول غربي إفريقيا وزير الصيد والاقتصاد البحري يدشن بكر مسين مركزا لتوزيع الأسماك ضمن توسعة نشاطات شركة الوطنية لتوزيع الأسماك على عموم التراب الوطني وقد تابعتم في مسائيتنا لهذه الليلة ملفا يتناول حصيرة قطاع التشويض على الصعيد الوطني خلال السنوات الأربع الماضية من مأمورية رئيس الجمهورية إلى اللقاء اللقاء موسيقى 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 موسيقى